هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة أهلا بكم مشاهدين في مسار السوق لليوم أرافقكم فيها أنا لبنة فواز وسنتناول في كيف أغلقت بعض الأسواق الخليجية اليوم وطبعا سيكون ضيف مسار السوق ضيفنا من الدوحة السيد أحمد عقل المحلل في الأسواق المالية سنبدأ لاحقا مع ضيفنا من الدوحة لكن دعونا أولا نذهب في جولة على أبرز عنوين المسار لليوم الأسواق الخليجية رهينة تقلبات أسعار النفط وغياب المحفزات السيولة ضعيفة والأنظار صوب النتائج الفصلية بورصة الكويت تتحول لشركة خاصة ورئيس هيئة أسواق المال الكويتية يؤكد لسي أن بي سي عربية أن إدارة السوق ستبدأ خطوات الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عمليات تقييم الأصول أرابتك تؤكد حصولها على عقد لإنشاء فندق خمس نجوم في دبي بقيمة 340 مليون درهم والسهم يتجاهل ترجمة نانسي قنقر إذن كيف أغلقت بعض الأسواق الخليجية اليوم خاصة في الكويت في الإمارات في قطر وفي مصقط أيضا اجمع على اللون الأحمر في البورصة الكويتية السوق الكويتي أغلق متراجعا بنحو 10 نقطة المئوية وفقد أكثر من 6 نقطة أيضا الوزن أغلق على تراجع والقيادية تراجعت بنحو 13 نقطة المئوية علما بأنه اليوم كان في بعض الأخبار وأيضا دخول بعض السيولة على أسهم قيادية نتحدث تحديدا عن زين عن بيت التمويل الكويتي وأيضا كان يترافق هذا الأمر مع تحول البورصة الكويتية إلى شركة خاصة مع كل التوقعات الإيجابية التي تحيط بهذا الأمر وعلى كل التطورات والتحسينات التي ستطرق على البورصة الكويتية إضافة إلى إعلان هيئة أسواق المال في الكويت انقضاء المهل القانونية لبعض الشركات الوساطة والتالي الرغبة أو النية في توقيف بعض هذه الشركات بدءا من يوم الأحد المقبل التباين كان من نصيب الإغلاقات في الأسواق الإماراتية رأينا مؤشر سوق دبي يغلق متراجعا بعض الشيء بأقل من 20 نقطة المئوية علما بأنه على مدار الجلسة كان يتراجع بأكثر من ذلك ورأينا بعض الأخبار على أسهم مثل أرابتك والإعلان عن مشروع لأرابتك في دبي بناء فندق بمبلغ نحو 340 مليون درهم هذا الأمر لم يتفاعل معه سهم أرابتك أيضا كان هناك بعض الأخبار المتعلقة بدريك أنسكول وأيضا النفي من قبل الشركة للتقاضي مع شركة لمار السعودية وقولها بأنه رغم اعترافها بالخسارة وبأنه هناك خسارة في مشروع بالسعودية لكن قولها بأنها تسعى إلى حل هذا الأمر بشكل ودي مع شركة لمار في السعودية بالنسبة لمؤشر العاصمة الإماراتية أبو ظبي كان أداء مختلف عن سوق دبي وكان يغلق مرتفعا بنحو 13 النقطة المئوية وكان هناك دعم لهذا المؤشر من بعض الأسهم القيادية لكن هذا الأداء كان مترافق ومتسم بضعف في السيولة هذا الأمر رأيناه في الكويت في الإمارات وأيضا رأيناه في بلصة قطر لأنه رغم هذه الارتفاعات التي تصل إلى مستويات 18 النقطة المئوية وإضافة المؤشر لكن عند مستويات 13388 نقطة إلا أن السيولة مازالت ضعيفة وهناك ترقب في كل الأسواق في المنطقة لنتائج الشركات في الربع الثالث والتي ستبدأ في بورصة قطر انطلاقا من يوم الأسبوع المقبل مع بنك كيو أم بي بالنسبة لمؤشر سوق مصقط الذي يعود اليوم للتداول بعد عطلة نهاية الأسبوع وأيضا العطلة لرأس السنة الهجرية كان هناك تداول سلبي وتراجعات عند الإغلاق في مؤشر سوق مصقط بأكثر من 1% نبقى في الكويت حيث توقعت شركة مركز الكويت المالي في تقرير لها أن تقترد دول الخليج نحو 390 مليار دولار حتى العام 2020 مع غياب علامات التعافي الاقتصادي لدول الخليج في القريب العاجل واستمرار العوامل الضاغطة على اقتصادياتها بنفس الواتيرة تستمر موازنات هذه الدول بتسجيل العجز في موازناتها عاما تلو الآخر لتستمر معها عمليات اللجوء إلى الاقتراض لسد مثل هذه الفجوة التمويلية ففي آخر تقريرا صادرا عن مركز الكويت المالي فإن دول الخليج ستلجأ الاقتراض مبالغ ستتراوح بين 285 إلى 390 مليار دولار حتى عام 2020 وهو أمر من شأنه أن يرفع الدين العام الخليجي إلى 59% من الناتج المحلي خلال خمس سنوات بحسب تقريرا سابقا للمركز تمويل العجز في موازناتها هو الهدف الرئيس وراء لجوء دول الخليج إلى الاقتراض ولسيما بوجود توقعات تشير إلى وصول العجز في دول الخليج إلى مستويات 318 مليار دولار في عام 2015 و2016 فضلا عن حاجة دول الخليج إلى هذه الأموال في إعادة هيكلة اقتصادياتها والانتقال بها من الطابع الرائعي إلى الطابع المتقدم وعلى الرغم من امتلاك دول الخليج الاحتياطيات مالية ضخمة تمكنها من تغطية ما تحتاجه من الأموال إلا أن الاقتراض لم يزل الهدف المفضل لدى اقتصاديات هذه الدول ولسيما مع توافر بيئة منخفضة لأسعار الفائدة ووجود جذبية لدى مختلف المستثمرين للاستثمار بديون دول الخليج والتي وصلت منذ بداية العام إلى نحو 24 مليار دولار بحسب ستاندرد أنبورز لا يمكن التنبؤ إلى متى ستستمر دول الخليج بالاقتراض مع عدم وجود أفق واضحة لمستقبل اقتصاديات دول المنطقة إلا أن ما هو مؤكد هو أن المنطقة مقبلة على إصدارات عدة من السندات ستكون أكبر من سابقاتها بلا شك إذن اليوم مؤشر البورصة القطرية أغلق على ارتفاعات ارتفاعات بنحو 7 أو أكثر من 17 نقطة المئوية ولكن الملاحظ أن هذه الإغلاقات أو حتى عندما يكونون لك تراجعات في الأسواق في المنطقة الأمر يترافق مع النشاط متواضع للغاية خاصة من حيث السيولة نتحول مباشرة إلى ضيفنا من الدوحة سيد أحمد عقل المحلل في الأسواق المالية أهلا بك سيد أحمد نرحب بك معنا على شاشة سي أم بي سي عربية وضمن برنامج المسار دعنا نتحدث عن أحوال البورصة القطرية رغم هذه الارتفاعات التي رأيناها اليوم ما زلنا نتحدث عن سيولة ضعيفة متى ستأتي هذه السيولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالفعل السيولة هي السبب الأساسي لارتفاعات أي سوق بشكل حقيقي السيولة هي من أهم العوامل كانت هذه السنة التي أدت لهذه الضغوط وهذه الانخفاضات التي شهدناها خلال العام انخفاض السيولة بشكل كبير خلال هذه السنة كان له أثار كبيرة شفنا تخارج العديد من المحافظ وشفنا أيضا ضغوطات وصلنا لمستويات حوالي 8200 تقريبا بخلال هذا العام السيولة بشكل عام مرتبطة بالعديد من الأمور منها التحفيزات الداخلية ومنها الخارجية التحفيزات الداخلية عم نشوف بشكل عام شفنا خلال الأسبوع المنصرم بشكل عام قرارات بخلينا نقول تفعيل تنفيذ آلية التداول بالهامش هذه الآلية مهمة جدا تدعم بشكل أساسي دخول سيولة خاصة سيولة مضاربية سيولة للمضاربين الذين قد يستفيدوا من هذا الموضوع لتحفيز وخلينا نقول الدخول بمبالغ أكبر إلى الأسواق بشكل عام السيولة ليست فقط مشكلة سوق قطر خلال هذه الفترة معظم الأسواق العالمية وأسواق المنطقة بالتحديد في عنده ضغط من هذا الموضوع اللاعب الأجنبي بشكل عام مع الضغطات الخارجية التي يشهدها هذا اللاعب الأجنبي من حيث التغير بمستويات العملات الخارجية من حيث التدني لبعض الأدوات الاستثمارية التي يقوم بها من حيث حاجة إلى هذه السيولة لتغطية التزامات ومراكز مالية معينة أدت إلى سحب كثير من اللاعبين الأجانب بالأسواق المحلية وغير المحلية دائما بهذا اللاعب الأجنبي لأنه رأينا دخول اللاعب الأجنبي في البورصة القطرية من شهرين في منتصف أغسطس الماضي على سبيل المثال والارتفاعات ما فوق مستويات الأحدى عشر ألف لم تكن ارتفاعات ولم تكن سيولة مستقرة ودائمة ماذا عن دور المحافظ إن كان محلية محافظة كبيرة خاصة أن مستويات بعض الأسهم مستويات مغرية للشراء أم أن الثقة هي العامل الأبرز ربما غياب الثقة يضعف دخول هذه المحافظ ويترك للمستثمر الأجنبي الدخول والخروج على الأسواق صحيح يعني هو بشكل عامل كثير من اللاعبين الأجانب هم أكثر نشاطا نوعا ما إذا نرجع خلال فترات السابقة بالرغم أنهم ببعض الشركات ما بتعدوا 5-6% ولكن بنشوف يمكن نشاط دائم بعمليات وهم ببعض الدراسات تأثيرهم أكثر من حجم امتلاكهم لكثرة وسرعة حركتهم بشكل عام ولكن أيضا اللاعب المحلي والمستثمر المحلي أيضا موجود خلال هذه الفترات التركيز من اللاعب المحلي عم بيكون على بعض الأسهم المضاربية فترات الضغوطات فترات النزول التي شهدناها جعلت الكثير من المستثمرين الأشخاص المحليين يبحثون عن الهدوء خلال هذه الفترة يبحثون عن الأرباح السريعة المحققة بشكل مضاربي أعتقد أيضا الفترة السابقة بجميع التذبذبات التي حملتها سواء لللاعب الداخلي أو لللاعب الخارجي اللاعب الأجنبي أو المحلي كان هناك العديد من الاجتماعات المنتظرة لأسعار النفط كان هناك العديد من الضغوطات من التغيرات الجيوسياسية العديد من الأخبار السلبية التي أثرت على أسواق العالم مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغيره وغيره أعتقد أنه هذا كله أيضا أثر ليس فقط على اللاعب الأجنبي شفناها على اللاعب الأجنبي بشكل واضح لأنه شفنا عمليات تخارج بشكل عام ولكن أيضا على حركة ونشاط اللاعب المحلي سواء كان محافظ أو أشخاص أيضا أثرت بشكل عام أعتقد أنه فترة الاستثمار بالأسواق المالية الآن فترة تمر ببعض الحظر والترقب لكثير من الأشخاص وأصحاب السيولة الذين يرغبون بوجود مثل ما تفضلتي ثقة أعلى ليس فقط لسوق الدوحة بمعظم الأسواق ثقة أعلى للدخول مرة أخرى خوفا من خسائر محتملة مع التغيرات الخارجية التي نشهدها بشكل يومي وبشكل سريع نفهم من إيجابتك سيد أحمد وكأن الارتباط اليوم مع المعامل الخارجية أو العوامل الخارجية تبدو أعلى من أي محفزات موجودة بالأسواق قوة الشركات نفسها أداء نفسه تتحدث عن النفط ربما أيضا في فترة سابقة تحدثنا عن الارتباط مع الفيدرالي الأمريكي وكل القرارات التي حصلت أو المرتقبة من الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بالفائدة الأمريكية أزمة الدوتشي بانك التي تؤثر ربما على بعض الاستثمارات القطرية يبدو أن هي التي تتحكم في ذهن المستثمر حاليا في قطر لا شك لا شك ليس فقط بقطر مثل محكينا بكل دول عالم خلينا نقول شغلة سريعة بخلال هذه الفترة ما هي المتغيرات الموجودة بالرغم من وجود عوامل إيجابية وهي ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى الخمسين وعودة الروح والحياة من بعد اجتماع الجزائر الأخير وتجميد سقف الإنتاج بالرغم من هذه الأخبار الإيجابية بالرغم من وجود عوامل داخلية مهمة اقتراب أرباح الربع الثالث والتي غالبا ما يستغلها المضاربين لتحقيق ارتفاعات وتحقيق أرباح خلال هذه الفترة بالرغم من وجوده إلا أنه أيضا هناك انخفاضات لم نشهدها منذ زمن انخفاضات تاريخية للباوند وقيمته وبالتالي انخفاض لأي أصول مملوكة بمملكة المتحدة بإنجلترا لأي من الشركات أو بريطانيا الموجودة واحد اثنين هناك ضغوطات على مستويات أخرى منها جيوسياسي ثلاثة نشوف الضغوطات على الأسواق الإقليمية أيضا الموجودة والمحلية مثل أسواق السعودية شفنا وصولوا إلى مستويات لم نشهدها منذ 2011 تقريبا أيضا أزمة دوتشي بانك من الأمور المهمة جدا المؤثرة التي الناس لم ينسوا بعد مدى تأثير مشكلة وأزمة بانك ليمان براثرز خلال الفترات السابقة التي تطورت وأدت إلى أزمة عالمية ذهبت بالأسواق في ذلك الوقت إلى مستويات يعني متدنية جدا للستة تلاف وسبع تلاف في سوء الدوحة وغيرها كانت أرقام متدنية بمعظم أسواق المنطقة هناك أنباء متضاربة خارجية دوتشي بانك هو من أكبر البنوك تأثيره لا يكون فقط على المساهمين بهذا البنك بل يؤثر أيضا على أي بنوك مستثمرة على أي جهات حكومية وغير حكومية مستثمرة بهذا البنك يؤثر على أي بنوك تتعامل ولديها كشف مالي أو كشفات نقدية كشفات مالية مع هذا البنك وأي تعاملات بشكل عام وقد يؤدي أيضا إلى إنجرار يعني اليمن براثر وقت صارت المشكلة أدى إلى مشكلة بالعقار وبالتالي كل بنوك أمريكا انضربت جميع المستثمرين داخل هذه الأراضي أيضا أدت إلى ضغوطات عليها وبالتالي شهدنا أزمة عالمية البعض يتخوف من هذا الموضوع ويتحوط بأنه يخلي أمواله كاش بأنه ينتظر حتى نرى ما سيحدث أنا سألتك عن دوتشي بانك خاصة وأنه في استثمارات قطرية مباشرة في دوتشي بانك لا شك في استثمارات صحيح الخسائل ستصل لأكثر من 2 مليار دولار أمريكي في دوتشي بانك هذا المعلن صحيح يعني هذا يمكن تفضل يمكن ما نشوف تأثيرها بشكل مباشر على السوق بشكل عام ولكن لا شك أنه أي بنك يعني بالشركات المدرجة بالبورصة قد لا تشهد هذا التأثر بهذه الاستثمارات وبالنهاية جهاز حكومي ولكن التأثيرات هي بمجرد الخوف والهلع الذي ينتاب بعض الأفراد هذا خلينا نقول التناقض بهذه المعطيات عم بأدي لنبارح شفنا نزول 93% اليوم شفنا صعود 78 نقطة سوري مبارح 93 نقطة اليوم 78 نقطة عم نشوف تذبذب أيضا بحركة المؤشر المتفائل ينتصر يوم والمتشائم ينتصر يوم والسوق يراوح حتى اتضاح الرؤية لهذه العوامل الخارجية الكبيرة وبالأخص دوتشي بانك فكل هاودي اجينا خبر جديد خلال هذا الأسبوع بخروج بريطانيا بشهر مارس القادم من الاتحاد الأوروبي شفنا ضغوطات كبيرة على البوند 1.27.5 تقريبا اليوم مستويات لم نشهدها منذ فترات طويلة جدا وبالتالي معظم الشركات التي لديها أصول مقيمة بالجنيه الاسترليني قد تواجه بعض المشاكل بتخليم هذه الأرض بالفعل يعني سيد أحمد الجنيه الاسترليني عند أدنى مستوياته ربما في 30 عاما مع الإعلان تريزا مي عن بدء تفعيل البنت 50 من معاهدة الشبونة شكرا لك ضيفنا من الدوحة السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية يعني كان معنا في مسار السوق اليوم مع تركيز بشكل خاص على أداء البورصة القطرية مع اقتراب أيضا الإعلان عن نتائج الربعة الثالث فاصل قصير ونعود إلى مسار السوق هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة مع انتهاء التسعة أشهر الأولى من هذه السنة وبدأ الترقب لنتائج الشركات للربعة الثالث وأيضا كيف سيكون أداء الأسواق في الربع الأخير من هذه السنة نلقي نظرة على أداء سوق أبوظبي سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة لاحظنا كان أداء إيجابي في الربعة الأول ارتفاعات بـ 1.19 نحو 2% من الارتفاعات هذا الأداء الإيجابي استمر أيضا في الربعة الثانية من هذه السنة بـ 2.4% ولكن تراجع هذا الأداء إلى الخانة السلبية في الربع الثالث من هذه السنة بسبب مؤثرات كثيرة طبعا لكنه على مدى التسعة أشهر الأولى كاملة كان شهد ارتفاعات بنحو 4% لأن دعونا نلقي نظرة على قيم وأحجام التداول لأنه كان هذا حال أبوظبي حال الأسواق الأخرى في المنطقة كان ربما هذا الهاجز الأقبر التراجع في قيم وأحجام التداول نبدأ أولا بقيمة التداول التي تراجعت بنسبة 16% في التسعة أشهر الأولى من هذه السنة مقارنة بتسعة أشهر الأولى من السنة الماضية والتي وصلت إلى نحو 36 مليار درهم لكن أيضا أحجام التداول كانت شهدت بعض التراجع في التسعة أشهر الأولى من هذه السنة التراجعات وصلت إلى حدود الأربعة بالمئة إذا قررنا بين هذه الفترة والفترة الماضية من السنة الماضية وبالتالي أحجام التداول وصلت إلى 21 مليار سهم مقارنة بأكثر 22 مليار في التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية لكن ماذا عن القطاعات في السوق كيف كان أداءها كان في تباين واضح في أداء القطاعات نرى بأن الاتصالات العقار الطاقة الخدمات كلها كانت على أداء إيجابي في حين أنه اتسمى الأداء الخاص بقطاعات التأمين البنوك الصناعة والاستهلاك ببعض التراجعات بين 2 إلى 12% لكن كيف توزعت السيولة على هذه القطاعات البنوك استأثرت أو حازت على النسبة الأكبر يعني البنوك حازت على أكثر من 32% من السيولة في سوق أبوظابي العقار حاز على نسبة مشابهة 31% الاتصالات 21% الطاقة التي كانت أحيانا رافعة ومؤثرة إيجابية على هذا السوق يعني حازت على 6% إذا فطن إلى القطاعات الأخرى التي حازت وتوزعت على النسبة الأخرى من السيولة أكثر الأسهم ارتفاعا في سوق أبوظابي إشراق 51% من الارتفاعات في التسعة أشهر الأولى من هذه السنة أيضا أسماك 50% من الارتفاعات 47% من الارتفاعات لسهم ميثاق للتأمين في حين أن أكثر الأسهم انقفاضا كانت من نصيب العرب المتحد الخليج للاستثمار وإسمنت الفجيرة التراجعات بين 58% و34% للخليج للاستثمار و32% بالنسبة لإسمنت الفجيرة أداء الأسهم القيادية وخاصة أنه كانت مؤثر أساسي نتحدث بشكل خاص عن أسهم مثل اتصالات مثلا التي كانت تؤثر على المؤشر في أبوظابي ارتفاعا أو تراجعا بحسب أداء السهم 24% من الارتفاعات في التسعة أشهر الأولى من هذه السنة أيضا بنك أبوظابي الوطني 15% الخليج الأول 7% من التراجعات في التسعة أشهر الأولى من هذه السنة أبوظابي التجاري أيضا على تراجعات في حين أن الدار ودانا غاز كان شهداء بعض الارتفاعات في التسعة أشهر الأولى من هذه السنة الآن ماذا عن المؤثرات التي أدت إلى هذا الأداء لسوق أبوظابي خلال الأشهر التسعة الأولى نتحدث بشكل أساسي عن النفط النفط لطالما كان مؤثر على أداء الأسواق في المنطقة بالشكل العام ولكن نلاحظ أن معامل الارتباط بين النفط ومؤشر أبوظابي كان بحدود الواحد وسبعين بالمئة في التسعة أشهر الأولى من هذه السنة وهو كان معامل الارتباط مختلف عما شاهدنا في سوق دبي أيضا فيما يتعلق بارتباطه لمؤشر أبوظابي بمؤشر أداو جونز وهو كما تلاحظون أعلى من ارتباطه معامل الارتباط مع النفط وصل إلى مستويات 84% وهذا أمر لافت أيضا إذا ما أردنا النظر إلى معامل الارتباط مؤشر أبوظابي أيضا باستفتاء خروج بريطانيا أو حتى قرارات الفيدرالي الأمريكي أولا كيف كان هناك اتجاه معاكس وتأثر معاكس بنسبة 51% بالنسبة لقرارات الفيدرالي الأمريكي وكل ما شاهدناه من ترقب هل سيكون هناك تغيير أو لا تغيير بالنسبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والبريكزيت كيف كان تأثيره على أداء مؤشر أبوظابي في التسعة أشهر الأولى لاحظنا أن معامل الارتباط وصلت إلى مستويات 73% وبالتالي 73 درجة بالنسبة للاستحواذات والاندماجات المحلية والإقليمية والتي كانت أيضا من المؤثرات المهمة في أداء سوق أبوظابي اندماج بين كي أبوظابي الوطني والخليج الأول كانت من الأخبار التي جعلت هناك نوع من الحركة الإيجابية على أداء الأسهم والسوق في أبوظابي لكن كان هناك أيضا مؤثرات سلبية منها مثلا الحرب اليمنية وبالتالي التغيرات الجيو السياسية في المنطقة إضافة إلى الإنقلاب الفاشل في تركيا والذي أقلق الأسواق بعد الشيء ترجمة نانسي قنقر أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية نايف الحجرف أن بورصة الكويت تدخل اعتبارا من اليوم عهدا جديدا تطوي في مسيرتها كمرفق حكومي وتبدأ مسيرتها كشركة خاصة مرخص لها وذات صلاحية وقال الحجرف في تصريحات لسي أم بي سي عربية أن الاستحقاقات التالية أمام البورصة هي تقييم أصولها حسب معيار محاسبة عالمي ثم طرحها للاكتتاب بواقع 50% في اكتتاب عام للمواطنين الكوتيين وال50% الأخرى للمشغلين وكيانات خاصة نعلن من خلاله انتهاء أولا توفيق أوضاع سوق الكويت الأوراق المالية ومن ثم تطبيق المادة 63 كالحكام الانتقالية في القانون وهي انتهاء العمل بمرسوم 83 وهو المرسوم المنظم لسوق الكويت الأوراق المالية فبالتالي بانتهاء المرسوم ينتهي الكيان الاعتبار لمرفق سوق الكويت الأوراق المالية وتم أيضا منح ترخيص لشركة بورصة الكويت الأوراق المالية لتكون المشغل وتكون أيضا شخص مرخص لاعتبارا من القد فهذه بالتأكيد خطوة تاريخية تعلن انتهاء فترة امتدت ونطلع بكل تفاول إلى المرحلة القادمة استجابة لمتطلبات القانون واستساقا مع دور حيئة أسواق المال في تطوير سوق المال بدولة الكويت وماذا عن الاستحقاقات التالية وأهمها طبعا الاكتتاب وترشيح مشاغل عالم الإدارة نعم المادة 33 من القانون سبعة نصت على أكثر من بنت واحد الملكية وهي 50 بالإمية المواطنين و50 بالإمية المزايدة أوكلت إلى هيئة أسواق المال وضع شروط المزايدة والمزايدين وتحديد المشق العالمي مفهوم المشق العالمي وفي هذا الصدد احنا يمكن اعلننا اليوم أن سيكون هناك تعاون مع الأخوة في الهيئة العامة للستثمار بعكم أن القانون أو كلهم ملكية لا تقل عن 6 بالإمية وانا سفيد من خبرتهم في هذا المجال نأمل إن شاء الله أن تكون هناك خطة متكاملة يعلن عنها في حين إن شاء الله تضع الجدول الزمني والمواعيد المحددة بكل شفافية كما عودناكم فيها تسواق المال والتي تمنى إن شاء الله أن تكون إن شاء الله طرح ناجحة نهاية مسار السوق لليوم تحياتي وتحيات من تجهد الفقرة الزميل حازم الشيخ وكل الفريق العامل إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة